وحتى في كل مشاورك أريد أن أذكر هذا النفس مهم يعني مثلا تتجه باتجاه مشوار موعد فتأخذ نفس تتنفس كي تجلس في مكان هادئ وتقول أعلن أنا الحرية الكونية ظروفي تتغير هذا كثير مهم الذي نقوله الشباب كثير مهم تركز عن نفس وطبعا وضحنا أيضا هيك في جزئية صغيرة مبارح طاقة الماء طاقة الماء هي كاسرة وجاذبة تلاحظون طاقة الماء عظيمة فماذا في ظل هذه الظروف ماذا تنتظرون طبقوا طبقوا تفعيل طاقة الماء في كسر الظروف فترش ماء في بيتك أرجوكم اسمعوني أخواني مهم هذا الذي نقوله وأن تترش الماء في يعني زوايا غرفتك تعلن تقول تكسر كل الظروف السلبية والفبركات حولي وحول عائلتي وحول شعوب الأرض وعندما ترش الماء أنت لا ترى لاحظوا لا ترى يعني ماء وكأس وأنت ترش مش هيكي وأنما أنت ترى الرمز ترى المعاني الروحية في الماء لأن الماء المعنى الروحي بتاعه هو قوة كونية الماء والهواء وعنصر النار والأرض تحدثنا يعني حول العناصر الأربعة حتى ممكن تفعلون طاقة النار نفس الشيء فهذه العناصر كاسرة للظروف السلبية وجاذبة للظروف الإيجابية اكتبوها على ورقة فأنت ترش الماء في بيتك تعلن تقول باسم الرب العظيم تكسر كل الفبركات وكل الظروف السلبية من حولي وترى لاحظوا ترى الظروف السلبية تكسر يجب أن ترى وأنت تنطق الكلام مش أنك أنت تنطق الكلام ولا تبني شيء هذا يسمى البناء الإيجابي وإنما أنت تبني أن الفبركات تكسر طاقة الماء عظيمة جدا 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 أيضا ممكن ونحن أيضا طبقنا في جلسات حقيقة تفعيل طاقة الماء وطاقة النار تأتي مثلا بشمعة توقدها وتبدأ تعلن تقول باسم طاقة النار العظيمة هكذا تكسر كل الفبركات وممكن تكتب الأشياء التي تخيفك تقليقك تكتبها على ورقة وباسم طاقة النار العظيمة تكسر وهيكي تقرأها تكسر تكسر ثم تحرق الورقة نعم تحرقها ترميها يعني يجب أن نتصرف لا يجب أن نبقى واحد ينظر إلى الثاني وهيكي الناس يعني حائرة خائفة ما بتفيد الوضعية الآن رجاء يعني ما بتفيد أبدا ترجمة نانسي قنقر